وينضموا إلى أين من بنغازي مراسل غد عبد العزيز الفاخر إذن عبد العزيز تفاصيل أكثر عن أهم ما خرج عن ملتقى الحوار ومدى إلزامية هذه القرارات نعم هبا بأجواء يغلب عليها الطابع الإيجابي ربما التوافق أيضا بين أعضاء ملتقى الحوار السياسي في جينيف تم الإعلان عن طريق التفاهمات التي تمت من خلال التوصيات التي قامت بها اللجنة الاستشارية الممثقة عن أعضاء فريق الحوار السياسي طيلة الأسبوع الماضية وربما هذه التوافقات وهذه النقاط التي تم عرضها وإذا عتوى تلقى باستحسانا وبالقبول لدى غالبية أعضاء ملتقى الحوار السياسي مع وجود بعض التحفظات على بعض النقاط وربما أبرز المعضلات التي ظلت في موضعها طيلة الأسبوع والفترة الماضية هي مسألة الاستفتاء على مشروع الدستور تم إقرار أن يتم تأجيل الاستفتاء على مشروع الدستور بعد انتخاب الجسم التشريعي النجابي القادم وكذلك مسألة الآن انتخاب المباشر أو غير المباشر لرئيس البلاد مع تحديد الصلاحيات وكذلك شروط الترشح لرئيس البلاد في انتخابات الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل تم الاتفاق من قبل أعضاء اللجنة الاستشارية وكذلك أعضاء ملتقى الحوار السياسي على أن يكون الانتخاب لمنصب رئيس البلاد وذلك عن طريق نظام القوائم نعني هنا هبة بأن الآن الحديث على مسألة التحالفات سوف تحضر بقوة وكذلك الحديث عن القوى السياسية التي سوف تتكتل الآن سواء كان ذلك على مستوى جغرافي أو حتى كان على مستوى تيارات سياسية المختلفة الحديث على أن كل قائمة الآن يجب أن تضم رئيس نائب للرئيس وكذلك رئيس للحكومة أي أن ذلك يعيق ويمنع بالإلزام أن يكون هناك رئيس أو يترشح رئيس منفردا لرئاسة البلاد أيضا تم الاتفاق على أن يكون البرلمان القادم بغرفتين مجلس نواب سوف يكون هنا في مدينة بنغازي وكذلك مجلس للشيوخ سوف يكون إما في مدينة سبهة أو في العاصمة طرابس وذلك يترق خلال الفترة القادمة حتى يفصل في هذا الأمر أيضا تم الاتفاق على أن يكون من يترشح لمنصب الرئيس أو يدخل في قائمة الترشح على منصب رئيس البلاد يجب بداية أن يتخلى عن منصب العسكري أو الأمني وكذلك أن لا يكون من ضمن مزدوجي الجنسية وأن يكون كذلك ليبي الجنسية من الأبوين بالإضافة أن يكون مسلما أيضا من الأبوين هذه الشروط وهذه النقاط التي ظلت طيلة الفترة الماضية موضعا للنقاش ولي الجدال بين أعضاء منطقة الحوار السياسي يمكن القول والرصد الآن من خلال ما تقدم بأعضاء منطقة الحوار السياسي هناك ربما حلحلة للكثير من القضايا التي كانت موضع للخلاف وسوف يستمر هذا الملتقى وهذه الفعاليات إلى يومين إضافيين بعد ذلك يتم التصويت بشكل مباشر بين أعضاء منطقة الحوار السياسي لإقرارها بعد ذلك تحول إلى مجلس نواب والمجلس الأعلى للتصويت عليها بالتالي تضمينها من ناحية دستورية حتى تصبح الآن هذه القاعدة الدستورية هي المقرة والمنظمة لعمل الانتخابات البرلمانية والرئاسية أشكرك شكرا جزيلا من منغازي مراسل وغد عبدالعزيز الفاخري